حكاية أخرى بحسن مصدر لنا في النادي الأهلي نفلنا تماما 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 شوف أنا تايمان بقيت 3-4 يام بقيت في الخبر ده وانفيه لحضرتك تاني النهاردة ان فيه غرامة وقعت على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي وكابتن النادي الأهلي بحجة رفضه التواجد في قائمة المباراة واعتراضه على الجلوس احتياطيا لمصطفى شبير بحسن مصدرنا قال لنا كابتن خارب بيبو مدير الكرة موقعش اي غرامة على الشناوي وان الامور ماشى بشكل جيد وان استبعاده في المباراة جه بعد جلسة مع مرسي الكولر يوم الأربعاء الماضي وشهد الاتفاق على تواجد مصطفى شبير أساسي في مباراة الزهاب أمام التراجي التونسي وبالتالي كان لابد أن يشارك في مباراة اليوم مصطفى شبير في الدوري وبالمناسبة برضو الشناوي حابت موجود مع النادي الأهلي في مباراة التراجي أو بمعنى أضاك هيبقى موجود مع النادي الأهلي في تونس هيبقى موجود في القائمة ولا لا لا الله أعلم بحسب حالته البدنية والفنية والطبية الصورة دي تنفي كل حاجة الصورة دي كان منزلها كابتن واي الجمع عنده على انستجرام وعمل لها ريبوست محمد الشناوي محمد الشناوي وبيحضن مصطفى شبير وانا قلت لكم قبل كده ان العلاقة بين مصطفى شبير ومحمد الشناوي علاقة عميقة جدا ومهمة جدا بكرى المسطفى شبير لو جي بكرة قعد וمحمد الشناوي اللاعب مش هيتضايق ومحمد الشناوي قعد ومحمد الشناوي قعد في حكاية كده دايما بتحصل لما اتنين بيبقوا كويسين قوي لازم تحول ايه داخل في النص كده محاولة فتنة بين الاثنين ليه؟ وله اتنين كويسين والالاتنين ان شاء الله يبقوا موجودين مع منتخب مصر في المعاشقرة اللي جاية والاثنين مستقبل تحديد مصطفى الشناوي مستقبل لمنتخب مصر محمد شناوي مازال هو الحارس الاول في مصر حاليا فمش محتاجة مشكلة وازمة يعني طيب